اهلا بكم زوار في الجولد وتكون في لايف النهاردة اتمنى انت تكون روحته خلاص ما فيش حد لسه محشور في الشوارع مش عارف يوصل لبيته بسبب الامطار اللي حصلت النهاردة بس يعني حتى لو انت في الطريق ممكن تسلي وقتك شوية وتتفرج علينا بس سوق بالراحة اخد بالك من السواء النهاردة هنتكلم عن تبعات قرار تأجيل بطولة الدوري الممتاز لما بعد كاس هون الافرقية تحت 23 سنة يعني النهاردة كان اخر يوم في موطشاط الدوري الممتاز اللي اتفرج علينا مبارح فاكر ان احنا مبارح اتكلمنا في الموضوع ده قبل القرار ما يبقى رسمي قلنا ان جلسة السيد وزيري الشباب والرياضة مع الكابتل محمود الخطيب رئيسي النادي الاهلي غالبا توصلت في النهاية الى تنفيذ طلب الاهلي بتأجيل مباراة الجونة لطبعا بعد كاس هون الافرقية وطبعا ان الازمة لسه مستمرة فتأجل الدوري بشكل كامل مش الدوري جولة السادتة وما متبقي من الجولة الخامسة لما بعد كاس هون الافرقية وبالتالي احنا هنا مش هنكمل مطشاط الدوري الجولة كانت مكملة لحد يوم الخميس مفيش مطشاط لحد يوم الخميس المطشاط كلها ان شاء الله هترجع بعد نهاية البطولة يوم 25 نوفمبر ان شاء الله طيب دلوقتي احنا محتاجين نفكر كده بصوت عالي ونشوف او نسأل نفسنا مين اللي استفاد مين اللي طلع كسبان من الازمة كلها اللي حصلت دي انا رأيي الشخصي انا كامير عبد الحليم ان مفيش حد طلع كسبان في الازمة ليه ليه لان حنفسص الاطراف بتاعت الازمة طرف طرف الاهلي كان بيان واضح وهو عدم خوض اي مباريات قبل مباراة القمة طيب وبناء عليه الاهلي كان رافي يلعب مطش الجونال في الجولة الخامسة لان مباراة القمة المؤجلة كانت في الجولة الرابعة طيب النهاردة اتحاد الكورة اعلن تأجيل مباراة القمة لنهاية الدور الاول من الدوري طيب معنى كده الاهلي هيفضل ما لعبش مطشاط او هيفضل منسحب من كل مباراة الدوري لحد نهاية الدور الاول لا ده طبعا مش هيحصل اللي حصل دلوقتي او القرار الاول اللي تم اتخاذه وهو بناء على طلب الاهلي هو تأجيل مباراة الجونة لكن الطلب الاساسي للنادي الاهلي وهو خوض مباراة القمة في خلال الشهر ده الطلب ده طبعا بناء على الخطاب اللي بعثته وزارة الشباب ورياضة ناردة للتحاد الكورة تم تحديد معاد لمباراة القمة في نهاية الدور الاول يعني رجعنا لللي كان بيحصل في الكام موسم اللي فاته بان مباراة القمة بتتلاعب في نهاية الدور الاول من الدوري ونهاية الدوري التاني القرع الموجهة زي ما احنا بنقول طيب مين الطرفي التاني في الموضوع؟ الطرفي التاني في الموضوع؟ التحاد الكورة التحاد الكورة هل طلع كسبان من الازمة دي؟ بالعكس تحاد الكورة اكتر طرف طلع خسران من الازمة دي ازاي؟ التحاد الكورة او اللجنة الخماسية اللي كانت من المفترك جاية تصلح الامور وجاية تنظم مسابقة دوري محترمة بعد المهازل اللي شفناها الموسم اللي فات كانت مفروض بدايتها بتقول على لسان طبعا المسؤولين ان ما فيش موضش هتأجل فيه ولو حتى خمس دقايق وان المواعيد المعلنة من قبل بداية الموسم والملاعب المعلنة من قبل بداية الموسم هي دي اللي هتكون سريع على جميع الفرق لحد نهاية الموسم وده ما حصلش وما حصلش من امتى من الجولة الرابعة اول حاجة مباراة القمة تأجلت رغم ان الملعب المحدد لها استاد القاهرة لكن كان فيه طلب او كان فيه اقتراحات بناء المباراة لستاد بورج العرب واللعب بدون جمهور لان الامن في الاساس كان رافض اقامتها فهنا كان فيه مشكلة هالي اتحاد القرى اصلا نصك مع الامن بخصوص مباراة القمة قبل بداية الموسم اشك طبعا طيب النهاردة بعد مش النهاردة اللي هو النهاردة يعني وقت تأجيل مباراة القمة واعلان ان الامن طلب تأجيلها لاجل غير مسمى اغلب الاندية طلبت بتأجيل الجولة الرابعة بشكل كامل اتحاد القرى اصر على موقفه لا وكمان قرر تقديم مباراة الزمالك والمقولون العرب علشان تتلاقي بيوم السبت علشان اتحاد القرى كأنه بيقول للناس يعني انا مش تابع لحد او انا مش بنفذ طلبات رئيس نادي الزمالك والحقيقة ان دي كانت فتحة سدر اوفر شوية ومش مطالب بيها الخبرة بتقول وده جاي من طلبات الاندية ان الجولة الرابعة ككل كانت تتأجل وتتلاقي بها مكان الجولة الخامسة وكانت مباراة القمة يتم التنسيق مع الامن انها تتلاقي بعد مباراة الزمالك وجنرسيون فوت فبالتالي ما يبقاش فيه نوع من انواع اللي انحياز لطرف على حساب الآخر وفي نفس الوقت هتدخل قبل كأسهم الافريقية وكل الفرق لعبة نفس العدد من المباراة فبالتالي اتحاد القرى ساءت تصرف بشكل كامل في الازمة دي الحقيقة اتمنى ان الازمة دي تزود من خبراتهم اتمنى ان الازمة دي تكون الاخيرة في مسابقة الدوري وان كنت شك لان طبعا اللي حصل ده هيفتح باب تتير من الطلبات من الاندية في خلال الفترة المقبلة اي نادي هيكون له رغبة في تأجيل مباراة اعتقد ان في الاول كان بيبقى فيه نوع من انواع يعني ايه الخوف شوية في الجولات الاولى لان محدش كان لسه عارف مدى الصرامة اللي وصل لها اللجنة دي لكن دلوقتي هما اغلب الناس او اغلب التعليقات جاي سلبية ان اللجنة دي مش مختلفة عن المجلس السابق وطبعا احنا عارفين كان بيحصل ايه في الدوري السنة اللي فاتت مع معت بقى مطشاط دور الابطال والكونفدرالية والبطولة العربية ده هيفتح باب اكبر من المطالب بتأجيل مباراة هنشوف ان فيه اندية كتيرة حتى لو مش مشاركة في البطولات دي برضو هي كمان بتطلب بتأجيل مباراة اعمالا بمبدأ تكافه الفرص هنشوف اتحاد الكرة هيتعامل ازاي في ازمات مشابهة لكن في النهاية علشان نبقى عادلين في حكمنا في اتحاد الكرة طلع الطرف الخسران الاكبر في القصة دي طيب الطرف التالت واللي هو فعليا مش طرف في الازمة الزمالك الزمالك من المفترض انه كان حيلعب ضد الاهلي يوم السبت وطبعا من المفترض برضو ان اغلى من الناس كانت الاهلوية كانوا متحمسين جدا للمطش ده لان الفرقة فرقتهم الاهلي في اعلى مستوى ليها وزمالكوية يعني كان فيه شوية قلق كده لان الزمالك كان لسه متعادل مع نادي مصر والاداء مش قدت كده فبقى فيه نوع من انواع القلق وحتى كمان علامات الاستفهام على اداء بعض اللاعبين وميتشو تأجلت مباراة الكمة حنزقول ان هي لمصلحة نادي الزمالك وفي النهاية الزمالك لعب مباراة المقاولون العرب بدلا من مباراة الكمة وفاس بيها فالزمالك كان كسبان لحد دلوقتي تأجيل طبعا مباراة الدوري في كل الاحوال كده ولا كده الزمالك ما كانش هيلعب الجولة الخامسة لانه لا يبدو ضد المقاولون خلاص في الجولة الرابعة وكمان عنده ماتش جناسيون فوت فالزمالك يعتبر يعني مفيش حاجة حصلت في صالح الزمالك او مفيش حاجة حصلت غير في صالح الزمالك يمكن تأجيل ماتش الكمة الفترة بعيدة يكون في صالح الزمالك بعض الشيء ازاي ان الزمالك دلوقتي هيبتعد عن مباراة كوية بحجم مباراة الكمة لحد نهاية الدور الاول هيكون حتى كمان شكل الفريق واضح في مباراة الدوري ابطال افريقيا هيكون شكل الفريق واضح مع ميتش في مباراة الدوري فهو مش هيلعب الاهلي اللي كان فاقوى حالة لي في المقابل الاهلي حيفضل فترة طويلة جدا من غير خوض مباراة فهل ده هيأثر على المستوى الفني والبدني اللعيب الاهلي الله اعلم انت هتضطر تستنى شهر كامل لحد ما تشوف الاهلي تأثر سلبا ام اجابا بقصة تأجيل الدوري انا هستقبل اسئلتكم وهستقبل تعليقاتكم علشان ناقش مع بعض نشوف مين الطرف اللي طلع كسبان ومين الطرف اللي طلع خسران وانت عمتا ايه رأيك في قرار اتحاد القرى النهاردة هل انت لسه عندك نفس الثقة اللي كانت في اتحاد القرى الجديد اللجنة المعينة زي ما كانت في بداية الموسم هل عندك نفس التفاقل اللي كان في بداية الموسم ولا بقى دي الوقت فيه نوع من انواع يعني الثقة المهتزة في اداء اللجنة المعينة هستقبل دلوقتي تعليقاتكم ومستنيها وحقراها بس يريد بردو يعني الاسئلة تكون عن الموضوع نفسه علشان نقرأ اكبر قدر من الاسئلة طيب مصطفى احمد غالبا متطفق معانا بيقول ان زمالك هو المستفيد من تأجيل مبارات القمة بالطبع مصطفى هو المستفيد من تأجيل مبارات القمة لكن النهاردة ومبارح في جلسة السيد الوزير مع الكابتن الخطيب كان فيه تأكيد على ان الطرف الامني بس هو من طالب بتأجيل مبارات القمة صحيح التأجيل كان في مصلحة نادي الزمالك وصحيح التأجيل كان بيطالب بيه رئيس نادي الزمالك لكن في النهاية كان قرار امني بحث ده تأكد منه النادي الاهلي وبناء على تأكد النادي الاهلي من ان القرار كان امني بس النهاردة النادي القالي كان فيه نوع من أنواع الرضا بناء على القرارات اللي طلعت من اتحاده الكرة بشأن تأجيل مباراة الجولة الخامسة والستة من الدوري وتحديد موعد مباراة القمة بعد نهاية الدور الأول طبعا بمشاركة طرفي المباراة الأهلي والزمالك هما الاتنين هيشاركوا في تحديد المعادل الجديد طيب روحي مسعود شايف ان مفيش حد مستفيد هو بشكل كبير مفيش حد مستفيد يعني ممكن تكون استفادة طفيفة للزمالك لان الزمالك دلوقتي مش في أحسن حالاته والأهلي في أحسن حالاته لكن فعليا على أرض الوقت مفيش منتصر يعني الحد دلوقتي مفيش حد خرج منتصر مفيش حد تنفذت طلباته بشكل تام طعب هو للأسف يعني فيه ناس عندها حالة إحباط شوية يعني فيه ناس لسه شايفة ان القرار بيدرب الكورة أو ان القرار ميخليه فاقد الأمل شوية في الدور المصري بس يعني في النهاية احنا بنناقش القرار وصل لإيه في الآخر وطبعا انا عارف ان فيه ناس فاكي تحت بقى محباطة بسبب ان كان فيه أمال ان الدور يبقى منتظم بشكل أكبر السنة دي فيه ناس كتير قوي بعت ان الزمالك هو المستفيد حرام اللي بيحصل بالكورة المصرية احمد جاد المولى بيقول طيب الاهل استفاد ايه لما الدور يتأجل كده وكده كده نيد القمة او هو بيقصد يقول مباراة القمة مباراة القمة تحددت في نهاية الدور الاول وليه حالة الرضا طيب بص كاستفادة فعالية الاهلي ما استفدش الحقيقة الاهلي ما استفدش لان في النهاية هو بيانه اللي اعلن فيه عدم خوض اي مباراة في الدور قبل مباراة القمة لم ينفذ لان مباراة القمة تحدد لها معاد في نهاية الدور الاول فبالتالي اكيد الاهلي مش هينسحب من كل المطشاط لحد نهاية الدور الاول طيب ايه سبب الرضا جوه النادي الاهلي سبب الرضا جوه النادي الاهلي ان هم تأكدوا خلاص من ان الان هو كان صاحب قرار تأجيل مباراة الاهلي والزمالك دون تدخل اي طرف من نادي الزمالك ده اول نوع او اول سبب من اسباب الرضا السبب التاني هو ان تأجيل مباراة الجونة طبعا يعني الاهلي اتحاده الكرة كان بيهدده نوع هيتبره منسحب فبالتالي كان هيبقى فيه عقوبات على النادي الاهلي لكن وزير الشباب والرياضة مبارح في جلسته اقترح على مجلس ادارة النادي الاهلي ان يتم طلب تأجيل المباراة ومجلس ادارة الاهلي رحب بدا وبناء عليه تم اتخاذ قرار النهاردة بتأجيل المباراة احمد مجدي بيقول الاهلي كده هيقع فنيا وده هيبقى في مصلحة الزمالك بص يا احمد واحنا اعطاك احنا محتاجين وقت عشان نحكم هو اكيد فترة طويلة جدا هيفضل لها يلعب الاهلي من غير مباراة وحيرجع على مواجهة النجم الساحلي في تونس لكن هل انت تقدر تحكم من دلوقتي هالي الاهلي حيقع بدنيا وفنيا ولا لا يعني اعتقد هيبقى صعب لان هي موضوع اشبه ممكن يكون اشبه بفترة اعداد خصوصا ان ريني فييلر مدير الفني للنادي الاهلي ورغم ما اداءه كويس جدا في المباراة اولى لكن ما كانش حصل على فترة اعداد ففي النهاية خد بالك هو يعتبر اتأجل للاهلي ماتش واحد بس يعني مباراة القيومة اتأجلت كده ولا كان خلاص ده امر وقع لازم نتعامل معاه لكن حتى لو كان الاهلي لاعب حسب الجدوى للمعلن فالاهلي كان هلعب ضد الجونة وبعد كده هتاخد فترة راحة طول فترة كاس للامم الافريقية فهو فعليا مباراة واحدة بس اللي اتأجلت للنادي الاهلي هي مباراة الجونة اعتقد مش الاسبوع ده هو اللي هيكون سبب فوقع الاهلي فنية هو يعني انا عايز بس الناس تبعت اسئله اكتر لان الموضوع مش هيتقلب كناقه يا جماعة في الكومنتات جد زأزو بيقول من وجهة نظرك ايه رد فعل الزمالك دون ان يشارك فيه قرار تاجيل الدوري الزمالك لايس طرف يعني الاكيد ان الزمالك لايس الطرف كده ولا كده الزمالك لعب ماتش المقاولون اللي كان مفروض هيتأجل من الاساس فمباراة امبي كده ولا كده هي اصلا في مصلحة الزمالك كند يلعب ماتش الجنرازيون وبعد كده يلعب مباراش مباراة تانية في الدوري فهي فترة راحة كافية لنادي الزمالك بعد مواجه الجنرازيون بس الفرق ان هو لعب امبي في اسوأ حالاته فترة يعني الفترة الطويلة دي اللي هيتوقف فيها الدوري هي في صالح حلمي طولان الموديل الفن الجديد لأمبي أحمد الخواجة بيقول ليه آخر الدور الأول ما يمكن بعد مباراة الجونة أو الجولة السابعة طب كانوا خلوه يبقى زي آخر الدوري زي كل سنة مش يا أحمد بص هو دلوقتي أنت كده متطفق معنا عن أن التحاد الكورة يمكن يكون اتصرف بشكل يكون فيه شجاعة يمكن أكتر خلان نقول شجاعة لشان يبقى يبقى احنا يعني بندل الناس حقاهم كانوا عايزين جدول منتظم للدوري وكانوا عايزين يغيروا اللي كان بيحصل في السنين اللي فاتت بأن كانت تبقى القرعة موجهة إن تبقى الأهل والزمالك مطشين في نهاية الدوري في نهاية الدوري الأول وفي نهاية الدوري الثاني لكن أنت لازم تحسب شجاعتك أي أقصى حد ممكن يوصل ليها دلوقتي أنت حطيت مطش القمة الأهل والزمالك في الجولة الرابع على استاد الكاهرة أنا اعتقادي الشخصي أن ما تمش التنصيق مع الأمن لأن حتى لما اتحاد الكرة عرض إقامة المباراة على استاد برج العرب بس فيما عادها وبدون جمهور الأمن رفض فمن الواضح أن الأمن رافض من الأساس أن المباراة تقام في بداية الدوري هو عايز المباراة تكون في نهاية الدوري فمن هنا جات المشكلة فأنا أعتقد أن ما حصلش تنصيق كافي ما بين اتحاد الكرة والأمن بخصوص مواعد المباراة دي وده من هنا جات الأزمة لو كان من البداية كده فكان مفروض يتحاد الكرة خلاص يحافظ على أن القرعة تبقى موجهة مدام ده طلب الأمن لأن في النهاية حتى لو أنت حطيت مباراة الكرة في الجولة الرابعة للخمسة الستة لو الأمن متكرر أنها في نهاية الدوري الأول هاخد قرار بالتأجيل وده اللي حصل إيه إيه رأي حضرتك في القرار بواجهة عام في إدارة الكرة في مصر اللي واعتبر تدخل من الحكومة في إدارة الرياضة أحمد فانتوماس هو طبعا تدخل حكومي عشان نكون متبقين هو طبعا تدخل حكومي بس جود بالك أن برضو مش تدخل حكومي مش يعني مش أول مرة حنقول إن ده تدخل حكومي هو في الأساس يعني وزارة الرياضة دايما مشاركة في الأحداث الرياضية هنا في مصر يعني بص عشان نكون متفقين إيه الدنيا مش هتمشي كده يعني ما فيش حد هيروح يشتكل الفيفا يقول في تدخل حكومي في مصر ما ظنش إن أي طرف من الأطراف هياخد القرار ده أعتقاضي الشخص يعني ممكن يبقى فيه تهديد زي اللي بيحصل دايما لكن إن حد ياخد القرار ده لا ما ظنش الديب بيسأل إيه رأيك في نايد النجم الساحيلي هل الأهلي يقدر يفوز عليه في تونس بص النجم الساحيلي عنده مشاكل كبيرة جدا قدت لرحيل المدرب المخضرم فوزي البنزرتي فدلوقتي النجم الساحيلي مش في أحسن حالاته كمان ما كانش بيلعب في سوسا كان بيلعب في المنستير وهي استاد المنستير كان بيطلب منه إن هو يلعب من غير جمور وطبعا حق مفاجأة كبيرة بالفوز على أشان تيكوتوكو 3-0 في مباراة إياب دور الـ 32 وتأهل للمجموعات فهو مش في أفضل حالاته هو نادي النجم الساحيلي طرع بإنه يلعب في رادس وأعتقد حتى كمان لو تنفذ قراره باللعب في رادس مش هتكون فيه الكثافة الجماهيرية المعتادة في سوسا فأنا تقيق لي أعتقد وفي بداية المشوار أنه مطشف متناول إنادي الأهلي أول الشارع شارعنا يا كابتن ديمت ضبرة بين الزمالك والتحاد الكرة عشان يأجله مطش الكمة والأمن ما طلعش بيان رسمي بالتأجيل طب أنا أسألك سؤال تفتكر هل في حد ممكن يتبلع الأمن؟ تفتكر لو الأمن ما أجلش فعلا أنه مطش وكل ده بيتقال إن الأمن أجل المطش الأمن كان هيسكت؟ ما أعتقدش حسين السيد الأهلي خايف من إيه؟ لا يا حسين والأهلي مش خايف هو الأهلي بيدور على حقه يعني حتى لو الفرقة بتكسب كل المطشات بس هي لو حست أو شكت أن فيه نوع من أنواع عدم تكافل الفرص من حق إقدارة النادي أن هي تدور على حقها ده طبيعي من حق إقدارة الزمالك تدور على حقها من حق إقدارة الأهلي تدور على حقها الموضوع ما يعتبرش خوف يعني مهما كانت قوة الفريق محمد رمضان بيقول لي تاني مرة كتب الكومنت وما تردش ما مصير ميتشو لو هزم في المباراة المقبلة أعتقد هيمشي عبد الرحمن أحمد مين هيتأثر أكتر من التأجيل القمة من وجهة نظرك الأهلي محمد حمدي وكاد دوري هيبدأ أنت يوم 25 نوفمبر إن شاء الله حسين أحمد بيقول والله أنا شايف أن الاتحاد عاوز يشتغل بس استضم بالأمن أكبر دليل إنهم حطوا الكمة في الجولة الرابعة طيب ما هو المشكلة كده يا حسين انتحاد الكرة مش بينصك مع الأمن على فكرة دي حاجة تعيب ومش حاجة يعني مش حاجة في صالحه ليه لأن أنت مفترض أن أنت مسؤول عن إدارة اللعبة فالطبيعي أن أنت بتنصك مع كل الأطراف بتنصك مع الأندية بتنصك مع الأمن بتنصك مع إدارات الملعب لازم كل الأطراف دي تبقى متفقة معاك علشان تطلع المسابقة في أفضل شكل وبالموعيد اللي أنت أعلنتها ما يبقاش فيه نوع من أنواع التراجع خصوصا إن احنا عارفين إن الأمن هو اللي بيأمن المباراة لو كان مطش القيلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا وكان جميل جميل كان ممكن يتأجل لا طبعا مش كان ممكن يتأجل لأن دوري أبطال أفريقيا شيء مختلف أنت هنا في الدوري أنت فعليا التأمين مسؤوليتك واتحاد الكرة لمسؤولية دارة المسابقة لأن في النهاية مسابقة محلية حتى كمان لو أنت روحت للكاف أو روحت للفيفا بشكوى هيقول لك أن الاتحاد المحلي هو المسؤول عن إدارة المسابقة عكس دوري أبطال أفريقيا دوري أبطال أفريقيا الكسة الثانية خالص المطش هيتلاعب في معاده حتى لو برا مصر الموضوع مش محسوق يعني أنت دلوقتي بتشوف مثلا الفرق الليبية بتلعب في مصر السنة اللي فاتت لما حصلت الثورة السودانية وكان فيه مشاكل في السودان مباراة الهلال السوداني والنجم الساحلي في ربع النهاء الكونفدرالية مطش القيام بتلعب في مصر فالمبارايات القرية هتتلاعب هتتلاعب في مصر أو في برا مصر في النهاية القرارة كنت يعني لو أنت مش عايزت السابل المباراة مش مهمة هتتقام في موعدها برا مصر أحمد العشري حضرتك واضح أنك عادل جدا وامين في كلامك شكرا يا أحمد متولي عوض فين عدم تكافؤ الفرص يا كابتن أمير وسين الفاتك كان فيه تكافؤ لا ما هو بص نحن دلوقتي متولي بنقول إيه؟ بنقول إننا مش عايزين نشوف اللي شوفناه السنين اللي فاتت السنة اللي فاتت مكانش دوري السنة اللي فاتت كان هزار حقيقي يعني بطولة ابتدت الصيف خلصت في الصيف اللي بعده وتخلالها كاسوان الأفريقية وإنت بتلعب الجولة الأخيرة كان فيه فرق خلصت ماتشتها وفيه فرق ما خلصتش وبعد ما خلصت الدوري ما كنتش عارف مين هيروح الكونفدرالية ومين هيروح دور الأبطال علشان كاس مصر ما تلعبش الراجل ده كان هزار يعني فإحنا دلوقتي كنا دخلين بنية صافية كده إن احنا عايزين نعمل مسابق الدوري محترمة فإحنا دلوقتي بنلوم على الناس اللي ما خلتناش نعمل مسابق الدوري محترمة زي ما كان كلنا عايزين وزي ما كان كلنا نفسنا من الآخر الأهلي بيقول والدولة بتنفذ ردك أرجوب ده سؤال من شمس أبو نغم بص هو هل الأهلي أصلا فعليا بيانه تم الالتزام به لا لو كان كلامك مقنع شمس كان ساعتها حيتم إعلان يوم 28 أكتوبر موعدا لمباراة الكمة زي ما كان بيتقال وكان ساعتها بيان الأهلي سينفذ وساعتها لما انت كنت تيجي تقول إن الأهلي هو اللي بيماشي المسابقة كان هيبقى كلامك معنطقي لكن النهاردة ما تحددش موعد لمباراة الكمة لو كان يتحدد موعد لمباراة الكمة طبعا كان إذا مالك هيخصر على الأهل فرجاني ساسي اللي تعرض للترض في المباراة الاخيرة لكن في النهاية مباراة الكمة تأجلت لنهاية الدور الأول فأنا مش شايف بصراحة يعني ان الاهلي هو اللي ماشي كلامه تماما بالعكس احنا محتاجين ده من محمد عبد الله بيقول احنا محتاجين حد من الامن يكون جوه ادارة اتحاده الكرة عشان يبقى فيه تواصل وتخطيط افضل اطفق معك مليون في المية مليون في المية لازم يكون فيه شخص بينصك ما بين الامن واتحاده الكرة ده شيء مفروغ منه والشخص ده فعاليا هو برضو اللي هيبقى مسئوليته ان هو يتواصل مع الاندية بمستجدات الامن يعني لما الامن يبعد كتاب الاتحاده الكرة الشخص ده هو اللي هتواصل مع الاندية علشان ينصكوا افضل شكل يطلع به القرار من غير الازمة اللي حصلت مؤخرة مصطفى احمد الزمالك ليه رفض يلعب مباراة الكمية 22 لانه حقه احمد يعني مصطفى يعني هو مصطفى الزمالك مكانش هو اللي طالب التأجيل فليه يتحدد له معادي في وقت وهو خسر فيه ورقة من اوراقه الربحة لا يعني مش منطقي برضو احمد العشري ليه بقى الاهلي مش بلعب في الاسماعيلية وبورسعيد ده مش فيه ظلم للزمالك اعطاك انك مش هتعلق عا الكلام ده ليه يا احمد معلق عادي الزمالك مش بلعب في بورسعيد برضو يعني والستاد بورسعيد في مشكلة من استاد بورسعيد مقفول اصلا وحتى ما استضافش مباراة كاسوانور الفريقية فهو فعاليا دلوقتي هفيش استاد بورسعيد ولا اهلي ولا زمالك بلعب فيه مطش الاسماعيلي في الاسماعيلية هو الاهلي كان قال ان هو ما عندوش مشكلة ان نوالع في الاسماعيلية لكن هو قرار امني بحت فالزمالك ممكن يطالب بمبدأ تكافؤ الفرص ويطلب هو كمان لعب مباراة الاسماعيلي برا الاسماعيلية فيبقى كده الموضوع برا عن الاهلي روحي مسعود مطش الجونة اجل ليه ده بناء على طرف النادي الاهلي وجلسة ساد وزير الشباب الرياضة مع الكابتن محمود الخطيب طيب ايا بقيت الاسئلة منقررة وبقيت التعليقات يعني اغلبها في النهاية هي قراء شخصية طبعا اللي بيشجع الزمالك بيواخد يعني صف نادي الزمالك وده ممطقة جدا واللي بيشجع الاهلي واخد صف النادي الاهلي وده ممطقة جدا احنا في النهاية كنا بنعرض وجهة النظر اللي من المفترض ان احنا بنبص بيها للقرار القرار في صالح مين ومش مع مين وزي ما قلنا هو القرار الحقيقة احنا من شايفين انه هو انتصر لحد على حساب حد لو على النادي الاهلي في النادي الاهلي صحيح تأجل مباراة الجونة له لكن ما تحددش موعد لمباراة الكمة زي ما هو ما كان طالب في بيانه الاول نادي الزمالك ما تحددش معاد مباراة الكمة بشكل يضره خصوصا ان نلاعب مباراة المقولون العرب في موعد مباراة القمة فبالتالي نادي الزمالك فعليا ملوش مؤجلات من القصة دي غير مباراة الاهلي بس ومباراة امبي كده ولا كده غالبا كانت ستؤجل علشان مواجد جنرسيون فوت في نهاية الاسبوع ده اما بقى بالنسبة لاتحاد الكورة فاتحاد الكورة الحقيقة النهاردة خسر كتير جدا من الشعبية او النظرة الايجابية اللي كانت كثير من الجمهور بيبصلوا بيها على اساس ان هو جاي ينظم مسابق الدوري منتظمة بموعيد سابتة وبملايب محددة خسر كتير من ده لان الناس كتير حست ان هي نفس الحجج ونفس الكلام اللي بيتقال من المجالس السابقة وكمان الناس برضو حست ان مباراة الكمة لما تتلقى في نهاية الدور الاول ما كده القرعة موجهة اصلا زي ما كان بيحصل في دين اللي فاتت فانت ايه اللي كسبته من اقامة مباراة الجولة الرابعة بوجود مباراة الكمة بدون التنصيق مع الامن قبل بداية المسابقة وانا رأيي الشخصي من الموضوع ده كله زي ما قالت لكم في الاول كان فيه غلطة بعدم تأجيل مباراة الجولة الرابعة كلها بشكل كامل ومعاها مباراة القمة فبالتالي انت صحيح كنت هتأجل المباراة الجولة الخامسة لتقام بدلا من مباراة الجولة السابقة لكن هتبقى انت فعليا اديت مبدأ تكافر الفرص ان كل الفرق تكون لعبة نفس عدد المباراة وكان فيه فرصة للتنصيق مع الامن بشأن الموعد الجديد للقمة بانه حتى كمان لو تلعب يوم 28 اكتوبر ساعتها الزمالك ما يعتردش لانه هيكون بنفس الحالة او بنفس الشكل اللي نهى عليه مباراة الجولة التالتة واللي اتعدل فيها مع نادي مصر شكرا جدا لكم واستمتعت بمنقشتكم واستمتعت بالرد على اسئلتكم ونلقاكم ان شاء الله في لايفات تانية جاية